اشتركوا في القناة شاطئ عام وبناء ناد شاطئي بمشروع شاطئ خليج البحرين وحصلت على ثلاثة عطاءات وصل أقل عطاء مقدم إلى مليونين واربعمائة ألف دينار بلغت قيمة التداول العقاري في مملكة البحرين منذ بداية العام الجاري حتى الثلاثين من شهر سبتمبر أكثر من ثمانمائة وستة عشر مليون دينار وأفق أحصائيات حديثة للجهاز المساحة والتسجيل العقاري بالمملكة تصدر شهر أغسطس أعلى نسبة تداول منذ بداية عام الفين واربعة وعشرين حتى الآن حيث وصل عدد المعاملات إلى الفين وثمانمائة واثنتين وثمانين معاملة فيما بلغت قيمة التداول خلال شهر أغسطس ثمانين مليون دينار والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية توقعت المملكة العربية السعودية إيرادات إجمالية بقيمة ثلاثمائة وخمسة عشر مليار وخمسمائة مليون دولار خلال عام الفين وخمسة وعشرين نتيجة تبني سياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو بحسب بيان تمهيد لميزانية عام الفين وخمسة وعشرين ويتوقع تحقيق نمو اقتصادي بواقع أربعة وستة عشر في المئة وذلك ارتفاعا من ثمانية عشر في المئة خلال عام الفين وثلاثة وعشرين كما يتوقع أن تسجل الأنشطة غير النفطية نمو بنسبة ثلاثة وسبعة عشر في المئة قال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربية الدكتور فهد بن محمد التركي إنه من المتوقع وفقا لتقديرات الصندوق أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية العام الجاري ليسجل اثنين وثمانية عشر في المئة وأن يرتفع ليصل إلى أربعة وخمسة عشر في المئة العام المقبل وذلك مقارنة بثلاثة في المئة العام الماضي وأكد أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل المزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم وتطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي شكلت الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية نحو 56% من إجمال استهلاك الكهرباء بألمانيا خلال الأربع الثلاثة الأولى من العام الجاري وبحسب تقديرات مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهايدروجين في ولاية بادن فورتنبرغ والاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه فإن الطاقة المتجددة تغطي بصورة مستمرة أكثر من نصف استهلاك البلاد من الكهرباء شهريا في عام 2024 موسيقى موسيقى موسيقى